في مسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتلم الي axpott كل تهياتي الجميع لقد عميز custod اتحاد الاسيو كرد غدم بيعلن عن قرأة كالنخبة الاسيوي اللي بده يستمتع اللي بده يتابع كرة التخدم اللي بده يتابع كرة القدم اللي بده يتابع اوروبا سور.. أوروبا سوريا أوروبا الحرب اللي بده يتابع كرة أوروبية عربية يتابع كاس النخبة خدمت من يا أحمد بداية هوية جديدة لبطالات آسيا وعهد جديد بحول الاندية السعودية لتحقيق هذه البطالة طبعا نذكر أنها امتداد لدوري أبطال آسيا لمتزعم الهلال بأربعة ألقاب صحيح وأكيد الهلال زعيم الاندية السعودية وأيضا زعيم الاندية السعودية وبحول الله الكاس الجميل هذا نشاهد أحد ممثلينه هو من يرفع هذا الكاس فبلا شك ابتسمت للأهل والهلال القرى تحديدا المباريات خارج أو مباريات داخل الأرض مباريات خارج الأرض أعتقد أنه أيضا الهلال قادر على التعامل معها بشكل جيد هو أيضا نظير الفريق للأهل النصر اللي أعتقد أنه يعانى من سوء الحظ في السنوات الماضية وأيضا في هذه النسخة تحديدا المباريات اللي خارج الأرض دائما تفضل زميلي عبد الرحمن دائما تعاني الاندية السعودية تحديدا مع بعض الأندية الأسيوية في عملية التعامل زي ما تفضل الاتحاد والنسخة الماضية والمعاناة اللي عاناها نادي الاتحاد ولكن أنا أعتقد أنه الشيء الجميل لنادي النصر في المباريات أعتقد أنه كريسيان رونالد اللي أصبح واجهة إعلامية كبيرة لنادي النصر والحضور الجماهيري المميز مواجهات على مستوى عالي بصراحة بطولة يعني بدك أربع صفحات مشان تحكي عنها أربع صفحات بتكتبون مشان تحكي عن هذه البطولة بهلال السعودي يتصدر قائمة المتوجين فيها بأربع مطولات آلية بطولة كاسو النخبة الأسيوي لكرة القدم عندنا 12 مقعد لغرب آسيا السعودية 3 مقعد مباشرة قطر مقعدين مباشرة زائد مقعد ملحق إيران مقعدين مباشرة ومقعد ملحق الإمارات مقعد واحد مباشر ومقعد واحد ملحق أوزباكستان مقعد مباشر العراق مقعد واحد مباشر و12 مقعد أندية شرق آسيا اليابان 3 مقعد مباشرة كوريا الجنوبية مقعدين 2 زائد ملحق الصين مقعدين 2 مباشرة ومقعد ملحق تايلاند عنده مقعد واحد مباشر وأيضا واحد ملحق أستراليا مقعد واحد مباشرة ماليزيا مقعد واحد مباشرة مجموع اللي بيتأهلون 20 فريق بشكل مباشر وأربع عندية من الملحق عندية الغرب في مجموعة وعندية الشرق في مجموعة ثانية تلعب المجموعات كالتالي كل فريق يلعب ثمان مباريات مع ثمان فرق مختلفة من الاثناشر فريق أربعة في ملعبه وأربعة خارج ملعبه دون تكرار المواجهات يعني ما في نظام ذهاب وياب مع نفس الفريق يعني مثلاً مستد بيلعب مع الهلال في قطر بدون مباريات إيابه ولو لعب الوصل مثلاً في الإمارات بتكون براه وحده بدون إيابه كل فريق له أربع مباريات على أرضه وأربعة خارج أرضه وبيتم اختيارهم بشكل عشواء بعد نهاية مباريات دور المجموعات تتأهل ثمان أندية من كل منطقة إلى دور الستعاش ثمان أندية من الشارك ثمان أندية من الغرب مباريات دور الستعاش راح تكون بنظام الذهاب والإيابه الأول مع الثامن والثاني مع السابق والثالث مع السادس والرابع مع الخاص ربع النهائي تبدأ مرحلة التجمع هين؟ في السعودية لين المبارات النهائية؟ مباراة واحدة لكل دور ويتم دمج الشرق مع الغرب المسختين القادمة لأدوار النهائية مباراة النهائية تكون في وين؟ أيضا في السعودية والبطولة تبدأ من متصف سبتمبر وتنتهيه في بداية مايو يعني بطولة جديدة بنظام جديد بشي رائع جدا بصراحة بنحكي عن البطولة طبعا الاتحاد الآن سوي خصص طبعا شو المقاعد الأندية اللي هي المشاركة الأندية طبعا المشاركة في هاي البطولة عدد الأندية حتكون بالضبط 24 كانت بطولة دوري أبطال آسيا هي 40 فريق 40 نادي اليوم صار 24 مقسمين على 12 بشرق آسيا و12 بغرب آسيا طبعا المملكة العربية السعودية أخذوا 3 مقاعد مباشرة قطر أخذوا مقعدين مباشرة وملحق ومقعد واحد ملحق إيران أخذوا مقعدين مباشرة ومقعد واحد ملحق الإمارات مقعد مباشرة ومقعد ملحق أسباكستان مقعد واحد طبعا هو مقعد واحد ملحق أسباكستان مقعد واحد ملحق العراق مقعد مباشر الروح إلى شرق آسيا اليابان 3 مقاعد مباشرة كوريا الجنوبية مقعدين مباشر مقعد ملحق الصين مقعدين مباشر مقعد ملحق تايلند مقعد مباشر ومقعد ملحق أستراليا مقعد واحد مباشر ماليزيا أيضا مقعد واحد مباشر ينتخيلوا حتى الدوري الماليزي مقعد واحد مباشر طبعا نظام هذه البطولة والقرآة هنحكي عنها تفصيليا خليكم معي تابع الفيديو الآخر اللي ما رح يعرف وما رح يستوعب القرآة نظام هذه البطولة وكيف هتلعب البطولة والطريقة المميزة تلعب فيها البطولة وأزيدكم من الشعر بيت البطولة هتلعب بالمملكة العربية السعودية من دور الربع النهائي وانت طالع حنشوف بطولة جديدة في مكاربية السعودية خلونا نبلش بالتفاصيل ونظام البطولة بطولة كأس النغبة هي بطولة جديدة بطولة رائعة جدا بطولة جديدة بطولة صعبة بطولة فيها تنافسية نرجع نشوف مرة تانية الهلال والعين مرة تانية على كل حال حنحكي عن تفاصيل بطولة وحط لكم القرعة اللي صارت اخر شي مين حيلعب مع مين تفاصيل هذه البطولة الأندية اللي مشاركة بهاي البطولة وهي كالتالي طبعا الأندية اللي هي نحكي عن غرب آسيا طبعا الأندية حيلعبوا دور المجموعات بـ 12 فريق طبعا حتلعب 4 مباريات بأرضك و4 مباريات خارج أرضك ممكن تلعب أول 2 بأرضك وتلعب 2 خارج أرضك وتلعب 2 مرة تانية داخل أرضك وتلعب 2 خارج أرضك على كل حال الأندية المشاركة مين هدول والمستوى الأول للأندية المشاركة بهاي البطولة عندي تنقبة طبعا أكيد أنت النقبة هيكون مين هيكونه العين الإماراتي الهلال السعودي السدل القطري البولوس الإيراني بغتكور الأسبكي والشرطة العراقي هدول حبايب الألب هدول بالصف الأول مستوى الأول المستوى الثاني حيكون نصر السعودي الريان القطري استقلال الإيراني الوصل الإماراتي الأهلي السعودي الغرافة القطري بعد معرفنا الأندية الخليجية طبعا كل الأندية الخليجية بصراحة كل الأندية الخليجية بالنسبة للأندية العربية اللي هي بكأس النخبة كأس النخبة يا سادة حيلعب حيلعب من 12 نادي كل فريق حيلعب 4 مبارئات على أرضه وأربع خارج أرضه من سيتأهل وكيف التأهل يا سادة التأهل كيف هيكون طبعا حيتأهلوا أول 8 أندية حاصية على عدد من النقاط الأول مثلا دوري مثل نظام الدوري طبعا بتماكن حيلعب مباراة وحدة ما في زهابا وإيابا يعني حيلعب الهلال مثلا مع الغرافة مثلا حيلعب الهلال مثلا مع الريان مثلا حيلعب الهلال مع النصر طبعا في معلومة حطوه بالبالكون في شغلة مهمة جدا الأندية اللي هي من دولة وحدة ما رح تلتقي بدور المجموعات أبدا ما رح تلتقي بدور المجموعات أبدا يعني ممكن تشوف الأندية هي تلتقي في دور الربع النهائي أو النصر والهلال ممكن تشوف نهائي بين العين والوصل بين الغرفة والسد أما انه يلتقوا النصر والهلال بدور المجموعات أو الهلال والنصر والهلال والعين الهلال والأهله لا الأدوار حتكون زهابا بس ما في إياب حيتأهلوا أول 8 من حاصنين عدد من النقاط سيتأهل الأول يلعب مع الثامن والثاني يلعب مع السابع والثالث يلعب مع السادس والرابع يلعب مع الخامس وهيك صفينا على دور الربع النهائي دور الربع النهائي حيكون في المملكة العربية السعودية وتبدأ البطولة بخمسة عشر تسعة وحينوصل لدور الربع النهائي حتكون بطولة مجمعة على أراضي المملكة العربية السعودية سيتلعب هذه البطولة باستمتاع بجماهير ستشوفوا تألق على فكرة ما رح يجتمعوا غرب آسيا وشرق آسيا من بعض إلا في الدور اللي هو الربع النهائي والنصف النهائي والأدوار اللي هي الإقصائية الأخيرة هيك تكون البطولة هي كأس النخبة أيضا هنحكي عن موضوع آخر وهو كأس دوري أبطال آسيا البطولة المحدثة أيضا جديدة هي بطولة قديمة ولكن حدثوها وصارت بطولة أخرى وأيضا في موسم القادم نشوف اللي كانوا بالآسيا حيلعبوا ممكن بكأس النخبة هي موضوع تصنيف وموضوع أرقام وموضوع فوز وتأهل هذا الشيء بيفيد النادي وممكن نشوف أيضا أندية مثل الوحدات ومثل التعاون مثل الكويت الكويتي ممكن يعني حنشوف أندية أيضا حددخل بكأس النخبة ممكن الموسم القادم طبعا أكيد بالملكة العربية السعودية حنشوف دور ربع نهائي ونص نهائي ونهائي بخروج المغلوب وممكن نشوف أربع أندية من دولة واحدة حيلعبوا نص نهائي ممكن نشوف أندية مختلفة ممكن نشوف من شرق آسيا ومن غرب آسيا أيضا في هذا الموضوع هذا كل ما لدينا وسامحونا إذا الشرح ما كان وافي 100% هذا الموجود حاليا على موقع الاتحاد الأساوي وفي حال توفر إن شاء الله بالأيام القادمة أي شرح للنظام البطولة هنحكي تفصيليا تحياتي لجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته